السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في قناة مساء الأخبار طبعا تحية طيبة لكل الشعب المغربي وأهل الجزائر وكل الناس اللي بتشوفنا من كل الدول العربية لأول مرة بتشوفنا دوس لايك للفيديو واشترك في القناة فعل جرس التنبيهات النهاردة نتكلم عن موضوعين مهمين جدا هنبدأهم ما بين الجزائر والمغرب وتهنئة من الجزائر لأهل المغرب وأيضا زي ما هنقول التهنئة فيه قنوات جزائرية تجهلة الموضوع ده فيه ناس كتير هتقول انت مصر انت ليه بتتكلم في الموضوع ده ده موضوع عالمي عشان بس انا برد على كل التعليقات اللي بتتقال وعموما الوطن العربي كل واحد ولو انت مش عارف كده قديني بعرفك أو بعرفك عشان بس التعليقات اللي بشوفها من خارج يعني الوطن العربي وناس كده بتبقى أصدى حاجات معينة وبلبلة ما بين الشعوب طيب هنبدأ دلوقتي مع بعض هنتكلم عن رغم الخلافات السياسية ما بين المغرب والجزائر بيقول احتفالات في الجزائر بتأهل المغرب لتمن نهاء المنديال طبعا مش ده بس اللي معنا هنشوف المنتخب المغربي كمان بقبل المواجهة مع اسبانيا اسبانيا كانت قصدا هي تخرج من اليابان او من ماتش اليابان او تخسر منهم في المقابل ده عشان ما تواجهش البرازيل هنشوف بقى في الفيديو ده رد كمان من منتخب المانيا ومن منتخب اسبانيا على اللي تقال هل هي كانت قصدا فعلا تخسر من اليابان المنتخب الاسباني يخسر من اليابان ولا كان ده توفيق من عند ربنا ولا كان الموضوع ماشي ازاي طبعا الخلاف ما بين الجزائر والمغرب القى بزلاله على ما يبدو بعلاقات رياضية ما بين البلدين في وسائل اعلامية جزائرية رسمية مقربة من الحكومة تجاهلت تماما نجاحات قسود الاطلس المغرب مشان اللي بقول اهو قصاد حضراتكم في التأهل لدور الستاشر في منافسات كاس العالم في قطر في المقابل وسائل بقى التواصل الاجتماع اللي احنا ساعات بنقول دي ملهاش لازمة وياريت النط يتقطع عن العالم كله ادي بقى بتظهر الجانب الطيب للشعوب من وإلى الشعوب مع بعضها بالانجاز التاريخي وعكست هذه الفيديوهات فرحة اهل المغرب بالفوز وفرحة اهل الجزائر بفوز المغرب فنقلت كل حاجة فيه بقى تجاهل حكومة اللي انت شافينه باللون الاصفر ده تجاهلت وكالة الانباء الجزائرية والجزائر اليوم وكذلك صحيفة اسمها الشروك مشان اللي بقول اهو الموقع بيقول كده دي مقربين من الحكومة النتائج الباهرة التي حققها المنتخب المغربي في منديال قطر عشرين اتنين وعشرين مكتفية بنقل اخبار رياضية متفرقة ومحلية دولي يعني ما ذكروش نجاح المغرب من الاخر يعني واكتفت صحف اخرى مثل النهار بالاشارة الى ان بلجيكا ودعت المنديال يعني قعدت تقول كلام كله ولم يتم الاشارة الى الانجاز التاريخي للمغرب وللمغرب كله يعني ده كان حاجة كده جديرة بالذكر وعلى العكس تماما هنشوف بقى الاعلام الرسمي احتفى جزائريون بالانجاز العربي المغربي ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات عفوية لجزائرين يحتفلون بتآهل المغرب في صدارة مجموعته بعد تغلبه على المنتخب الكندي في اخر مباراة في دور المجموعة ونقل المعارض الجزائري وليد كبير على الصحيفة بتاعته على تويتر يعني بيقول من وسط العاصمة الجزائر وحطت علم ما بين الجزائر وما بين المغرب حطت قلبي يعني فيه بينهم حب وموادة ونشر احد المواقع التانية او الصحف التانية من حفيز دراجي وده يعني معلق مشهور جدا بيقول الف مبروك للمنتخب المغربي وجامهيره الكروية وسود الاطلس طبعا في مواجهة اسبانيا او المانيا ده قبل ما تكسب يعني وقبل ما تطلع وتسافر باي باي المانيا وتركب القطر بتاعها على السعيد وتطلع على طول فشفنا يعني منتخب المانيا اخذ على دماغه ومشي ويستهلوا اللي حصل لهم طبعا ان شاء الله انا تمنى الفوز للمغرب طب هنشوف بقى رد المغرب وبعديها رد اسبانيا على اللي تقال على لسان المغرب وفي كل الصحف وكل المواقع التواصل الاجتماعي والناس كلها في البرامج الرياضية بتقول هل اسبانيا تعمدت مواجهة المغرب للهروب من البرازيل هنشوف بقى لويس رئيس الاتحاد الاسباني الكرة القدم رد على الموضوع ده نفى تماما ما تردت حول تعمد منتخب بلاده الهزيمة امام اليابان في ختم دور المجموعات لكي لا يحتل الصدارة بهدف تجنب مواجهة البرازيل في دور التماني بجانب اقصاء الغريمة المانيا مع السلامة قلنا باي باي واحتلت اسبانيا المركز الثاني في المجموعة الخمسة باربع نقاط متفوقة بفرق الاهداف على المانيا التي ودعت البطولة مبكرا فيما تصدرت اليابان بست نقاط في مفاجأة مدوية في قطر طبعا منتخب اليابان منتخب قوي سريع اللعيبة بتاعته مؤهلة تماما وانا شايف ان ممكن يكون في الصدارة الاربع فرق في وجهة نظري ما بين المغرب ليه لا من الاربع فرق المغرب اليابان وممكن اسبانيا والبرازيل الاربع فرق دول ممكن احتمال يعني من خلال المشاهدة كده يتم ان شاء الله يكون لأهل المغرب نصيب كبير جدا ودفع هذا الترتيب اسبانيا لمواجهة المغرب في دور الست وده اللي احنا جايبين لحضراتكم وبندعي كل الدعاء علشان خاطر منتخب المغرب يكسب قصاد اسبانيا ماتش او مباراة هتبقى قوية جدا كلها ساعات ويتقابل الفريقين ونتمنى الفوس طبعا زي ما قلت لمنتخب المغرب الحبيب باسم العرب وباسم كل الناس العرب اللي موجودين حتى في عرب في اسبانيا وانا بوجلهم التحية لو بيشوفونا يكتبونا في التعليقات وكمان اخواتنا من المغرب لأومرة بيشوفونا يكتبونا في التعليقات ويشتركوا في القناة عشان التكهنات دي اللي الناس عملت قولها وبعض الاشياء اللي ما بين المغرب وبعض الدول يعني الاوروبية زي اسبانيا وغيرها ولكن الحمد لله وبفضل الله المغرب في الصدارة وهو اللي شرفنا في هذه البطولة اذا كانت قطر شرفتنا بالتنظيم فالمغرب شرفتنا بان هي فازت وان شاء الله هتفوز بعد ساعات وحتى لو ما فازتش الشرف شرف المحاولة وان هي عفرت وقدرت توصل لهذه المرحلة انا شايف ان ده في حد ذاته يعني تفوق كبير جدا وانشوف هنا الزلزولي بيتحدى بيقول واصكون في الفوز على اسبانيا وده لسه نازل واكد مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم عبد الصمد الزلزولي ان قصود الاطلس يمتلكون ويملكون فرصة الفوز على اسبانيا يوم السلساء اللي هو بعد ساعات على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الدور ثمن النهائي لنهيات كاس العالم وقال الزلزولي في مؤتمر صحفي يعني قبل التدريبات بتاعتهم المسائية في ملعب الدحيل هي الاولى منذ بلوغه الدور التاني المرة التانية في تاريخه بعد الاول كان عام 86 لدينا الصقة في النفوذ على اسبانيا اذا لعبنا كفاريق وعملنا بجد ان شاء الله يعني يكون لهم زي ما قلت يعملون بجد وبجدية واضاف المهاجم بيقول نملك تاريخا في المنديال ببلغنا الدور التاني للمنديال قبل 36 عام ونحن سعداء بتكرار هذا انجاز وكتاب التاريخ جديد للمنتخب المغربي والعالم العربي يعني زي ما قلت قبل كده ان شاء الله يعني نشوف حاجة مشرفة للمغرب بكرة بإذن الله بشكركم جدا لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو ما تنساش لاعك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس تنبيات اسبكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة